كما نتبع أسفل الشاشة هذا الخبر العاجل من رئاسة الجمهورية إذن التي أكدت بأن إعداد مراجعة الدستور بنية على خطوات ثلاث من المشاورات ابتداء من سنة 2011 والخطاب الشهير للرئيس أبو تفليقة خطاب الإصلاحات منذ سنة 2011 الرئيس أبو تفليقة يسهر على الإصلاحات سياسية عميقة وجاء في بيان رئاسة الجمهورية قبل لحظات بأنه تم إشراك الطبقة السياسية وشخصيات الوطنية والكفاءات في المشاورات التي قدها السيد أحمد يحيى سنة 2014 حيث تم الاستماع إلى عدد من تشكيلات السياسية في الوطن حيث تم استدعاء كل التشكيلات السياسية كل الأطياف وكذلك المجتمع المدني